استعادت الشرعية الدستورية والشعبية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي سيطرتها أخيرا على واحد من خيوط النزاع في مشهد مؤسسات الدولة اليمنية بعد أن حاول تحالف التمرد والانقلاب الإمساك به في صنعاء مسرحيات عديدة كانت قوى التمرد تنتجها لتبعث الحياة في روح مجلس النواب ومنها استخدام تقنيات الفوتوشوب لتصوير مجلس بدون جالسين وجلسات بلا نصاب ولم تكن آلات المتمردين تنتج في الأخير غير مطرقة الراعي التي ظلت تصفع الحاضرين بضجيج مبالغ فيه وبلا أدنى فائدة من سيئون مدينة السلام في حضر موت موطن العراقة والتاريخ وبمائة وواحد واربعين عضوا مستكملين نصاب الانعقاد الدستوري وهو مائة واربعة وثلاثون وبحضور رسمي ودبلوماسي عالي المستوى انعقدت الجلسة الإجرائية وانتخبت رئيسا للمجلس وهيئة جديدة للرئاسة ساعتها سقط رهان الميليشيات في فشل الشرعية لتجاوز الصعوبات أجلت الانعقاد سنوات مضت وفقد راعي صنعاء مطرقته وأمله جلسة رسمية تالية يرأسها المشير هادي مرسلا رسائل عديدة حمل بعضها لغة الحزم والأمل بأن الناصر قريب الرئيس هادي في لحظة من لحظات المنتصر الذي يدرك بشاعة الحروب وأذاها المدمر على الأرض والإنسان صارح الجميع بما قدمه وفريقه الحكومي من أجل السلام خاطب الحثيين بلغة أب الدولة الذي يعي خطورة تصرف بعض أبنائه دعاهم بكنيتهم علّه يجد منهم من يعود عن غيه مكررا مجددا تعالوا فالدولة تصفح والأب الكبير يعفو والوطن اليمني يجمعنا فقط اتركوا الارتهان لإيران الروح التي تشيعها جلسة برلمان اليمنيين في سيئونهم ستسري مطولا في روح ومعنوية اليمنيين في كل مكان بما فيها قمم الجبال ومرابط الحرية والكرامة الروح التي وفرتها التوافقات الوطنية الكبيرة سبقت الإنعقاد من شأنها أن تطير في الفضاء السياسي الإقليمي والدولي وتصنع جديدا وقبل ذلك تحسنا في واقع معيشة الناس هذه الروح التي تمخض عنها غرس عظيم في مزارع البناء والتنمية طالب رئيس البرلمان المنتخب الشيخ سلطان البركاني بأن تتجذر في كل مؤسسة جميل وهو يدعو لعودة جميع المسؤولين إلى عدن للعمل واصطنهاض المارد بعد أن عاد هو تحديدا ورفاقه ولن تذهب الأيام بعيدا قبل أن نقرأ سطورا أخرى لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وأعضاء مجلس النواب وبكل تأكيد سطورا ناصعة البياض تسطرها سواعد أبناء اليمن الأبطال في كل ربوع الوطن بناء وتحرير إبراهيم الظهرة قناة عدن الفضائية